أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب المشيء والإرادة الحديث الخامس عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرضى شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أن يقال ثالث ثلاثة ولم يرضى لعباده الكفر هذا الحديث أيضا في بيان الشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى والظاهر أن هذا الحديث يرتبط بجانب العقائد الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بحيث أنه لا يتحقق شيء إلا بمشيئة الله وإرادته يعني الله سبحانه وتعالى هو المالك لهذا الكون أجمع والمهيمن عليه والمدبر والقيوم فهو الذي خلق هذا الكون ضمن هذا النظام فلذلك في المجال التكويني هذا الكون يسير ضمن النظام الذي جعله الله سبحانه وتعالى والإنسان مهما حاول إنما يسير ضمن هذه الأنظمة وهذه القوانين حتى الاختراعات التي يخترعها الإنسان إنما هي في حقيقتها اكتشاف للقوانين التكوينية ثم الاستفادة من المواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى العناصر التي في الأرض وترتيبها بشكل تنسجم مع تلك القوانين الكونية يعني مثلا الطائرة نحن نراها تطير كيف تطير هذه الطائرة الله سبحانه وتعالى جعل مجموعة من القوانين التي يعبر عنها الآن بالقوانين الفيزيائية الإنسان اكتشف بعضا من هذه القوانين ثم من مواد الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل لها القابلية في التغير والتكيف هذه المواد صنعها بشكل تنسجم مع تلك القوانين الكونية فلذلك الإنسان يتمكن من الطيران عبر الطائرة مثلا وهكذا جميع الاختراعات والصناع البشرية لا يمكن للإنسان أن يخرج من هذه القوانين نعم يمكن الإنسان ينتقل من حالة إلى حالة الحالة الأولى كانت ضمن قانون والحالة الثانية أيضا ضمن قانون لكن قانون آخر ولكن يبقى الجميع ضمن هذه القوانين التكوينية ومن جملة الأشياء التي أرادها الله سبحانه وتعالى هو اختيار الإنسان الإنسان خلقه مختارا بحيث يتمكن من الإطاعة باختياره أو من العصيان باختياره لكن اختيار الإنسان ليس بمعنى تفويض الأمر إليه أنه افعل ما شئت كلا الإنسان خلق مختارا لكن الله سبحانه وتعالى بيّن له النظم التشريعية يعني بيّن له العقائد التي ينبغي أو يجب أن يعتقد بها بيّن له الشريعة التي يجب أن يسير طبقها هو مو مجبور بأن يعتقد بالله أو يعتقد برسله أو تكون عقيدة صحيحة الله لم يجبره على ذلك مع أن الله قادر على ذلك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ إكراههم أو إجبارهم لذلك خلقهم مختارين بيّن لهم العقيدة الصحيحة أنت تتمكن من اختيار الإيمان فتسعد ويمكن لذاك أن يختار الكفر فيشقى وفي مجال الشريعة كذلك الإنسان يتمكن باختياره من الإطاعة ويتمكن باختياره من العصيون وما أكثر العصات باختيارهم والله سبحانه وتعالى لا يتدخل غيبيا في منع المعاصي لأن ذلك خلاف الحكمة في هذا العالم فإذن الله سبحانه وتعالى جعل قوانين تكوينية الإنسان يسير ضمن تلك القوانين لا يتمكن من الخروج من تلك القوانين يموت الإنسان في يوم ما لكن هل يتمكن الإنسان من أن يجعل لنفسه الخلود؟ كلا يمكنه بالعقاقير والأدوية والعلاج يبعد عن نفسه الموت أيام أياما أو شهورا أو سنوات مثلا لكن هل يتمكن من أن يرفع الموت عن نفسه بأن يخلد؟ كلا لأن القضاء الحتمي التكويني هو أن الإنسان يموت في يوم ما لكن في المسألة التشريعية الإنسان مختار يؤمن أو يكفر يطيع أو يعصي وإنما جعله الله سبحانه وتعالى مختارا للإمتحان للإمتحان ولأجل أن نظام هذا العالم جماله وكماله في اختيار الإنسان إذن هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا المجال نأتي إلى فقرات هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شاء يعني شاء الله شاء وأراد ولم يحب ولم يرضى شاء وأراد يرتبط بالإرادة أو بالأمر التكويني ولم يحب ولم يرضى يرتبط بالأمر التشريعي زين بعد ذلك الإمام يوضح شاء شنو معنى أراد شنو معنى لم يحب شنو معنى لم يرضى شنو معنى وإشارة في كلام الإمام إلى مجموعة من الآيات القرآنية التي سنذكرها زين نجي إلى شاء يقول شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل عالم بالأمور علم الله ليس بحادث ومن يزعم أن الله والعياذ بالله جاهل وإنما علم بعد الخلق فهذا الزعم كفر وصاحبه كافر الله سبحانه وتعالى عالم أزلا والعلم من صفاته الذاتية كما مر تفصيله علمه الأزل بالأمور بما كان وما لم يكن حتى الأمور التي لم تكن ولم تحقق الله سبحانه وتعالى عالم بها من الأزل زين علم الله سبحانه وتعالى مطابق لحكمته لأن الحكمة أيضا هي علم فلذلك حينما أراد أن يخلق خلق الأشياء حسب ما علمه أزلا مو أنه خلقه خلاف ما كان يعلمه الله سبحانه وتعالى أزلا يعلم بأن الحكمة في خلق الإنسان وخلق هذا الكون بهذا النظام الدقيق قبل أن يخلق الخلق كان الله ولم يكن معه شيء كان يعلم بوجه الحكمة فلذا حينما خلق خلق طبق تلك الحكمة هذا مو معنى أن الله مجبور بأن يخلق بهذه الكيفية لا الله مختار وإنما هذا بمعنى أن الله حكيم لا يعمل شيئا خلاف الحكمة أزلا كان يعلم أن الحكمة في الخلق بهذه الكيفية هو يتمكن من أن يخلق بكيفية أخرى لأن قدرته غير محدودة لكن لم يخلق بكيفية أخرى لماذا؟ لأن الكيفية الأخرى لا حكمة فيها والله سبحانه وتعالى حكيم يعمل بحسب الحكمة يعني إذا نريد أن نمثل فدمثال بسيط لتوضيح الفكرة أنت ترى إنسان محترم عاقل هذا حينما يخرج إلى لقاء الناس أو إلى الشارع أو إلى الاجتماع يتصرف تصرفات تليق بشأنه أنت تعلم وهو يعلم بأنه غدا سيتصرف تصرفات تليق بشأنه مو أنه أفرض مثلا يخرج إلى الشارع عاريا مثلا أو أنه يفعل أفعال المجانين هو يعلم بأنه غدا سوف لا يفعل هذه الأفعال لكن زين علم أجبره يعني هو الآن غير مختار يعني حينما خرج بطريقة تليق به هذا كان مجبور عليها كلا هو يتمكن من أن يفعل خلاف ما يليق به لكنه لا يفعل لماذا لأنه عاقل والإنسان العاقل يتمكن من أن يفعل أمور لا تليق به لكنه لا يفعلها لعقله الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بالأمور هو يتمكن بأن يخلق ويفعل بخلاف ما علمه لكن ما علمه كان هو طبق الحكمة والله سبحانه وتعالى يتمكن من أن يفعل خلاف الحكمة لكن لا يفعل ذلك لحكمته فإذن شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه يعني ما يخلقه وما يفعله هذا كل كان مطابق لعلمه الأزل لأنه كان يعلم أزلا بالصواب وبوجه الحكمة وبما ليس فيه حكمة لذلك يعمل ويخلق حسب ما فيه الحكمة هذا شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه هذا لعله هذا المقطع إشارة إلى قوله تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعبدون الأصنام هذا الصنم ينفعك؟ لا هذا الصنم هو يضرك؟ لا نعم عبادة هذا الصنم تضرك لأن الله سبحانه وتعالى سيعذبك لأنك تصاب بظنك في العيش يعني عابد الصنم يصاب بظنك في العيش لأنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى لكن هذا الحجر هو بنفسه ينفع له يضر له ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا يشفع لنا عند الله هل الله جعل الصنم الحجر شفيعا؟ كلا هذا افتراع على الله الله سبحانه وتعالى جعل شفعاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله جعل الملائكة أو قسم من الملائكة جعل الأنبياء جعل الأئمة وأحيانا جعل المؤمنين شفعاء لأن في ذلك الحكمة هو الذي اختار الشفعاء ليشفعوا للناس مو أنه الإنسان هو من كيف يأخذ حجرا يصور ذلك الحجر ثم يقول هذا شفيع عند الله سبحانه وتعالى هذا افتراع على الله سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله طبعا هذا المقطع من الآية فيه تفسيرين فيه تفسيران لكن أحد التفسيرين اللي هو ينطبق على بحثنا الآن هو بمعنى أنه هذا ليس بشفيء حتى يعلمه الله هذا السالب بانتفاء الموضوع نقول هذا هل الله يعلم أن هذا شريك له كلا بل الله يعلم أن هذا ليس بشريك له فلا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله وليس في علم الله كون هذه الأصنام شفعاء له فهي ليست شفعاء لله لأنها ليست في علم الله الأزلي أنها شفعاء بل الله يعلم بأنها ليست شفعاء له هذا بالنسبة إلى شاء وأراد مثل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى إرادته الحتمية مطابقة لعلمه الأزلي بل حتى الأشياء التي يمحوها الله سبحانه وتعالى أو يثبتها فهي في علمه يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم بأنه سيقدر عذاب قوم يونس ويعلم من الأزل بأنهم سيدعون ويعلم من الأزل بأنه سيستجيب لهم ويكشف عنهم عذاب الخزي ويمتعهم إلى حين فإذن الله سبحانه وتعالى إرادته مطابقة لعلمه الأزلي يعني أزل يعلم بما سيريد إذا صح التعبير فإذن شاع أن لا يكون شيء إلا بعلمه وكذلك أراد أن لا يكون شيء إلا بعلمه هذا بالنسبة إلى القسم التكويني أما بالنسبة إلى القسم التشريعي ولم يحب أن يقال ثالث ثلاثة ولم يرضى لعباده الكفر هذا في الجانب التشريعي هل الله سبحانه وتعالى أجبر الناس على شيء له وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الخيار للناس الأعمال والعقائد الصالحة يحبها ويحب أهلها والأعمال والعقائد الفاسدة لا يرضى بها ولا يحب أهلها إذا تراجعون القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يمبين يحب كذا ولا يحب كذا هل هذا يحب الشخص أو الفعل لا يحب الشخص أو لا يحب الفعل هذا الحب وعدم الحب والرضى وعدم الرضى هذا يرتبط بأفعال العباد بشكل عام فعل العباد أو نفس العباد يفعلون القبائح الله لا يرضى بها لا يحبها العباد يعملون الصالحات الله سبحانه وتعالى يرضى بها ويحبها مثلا المثال الذي يذكر الإمام وإشارة إلى آيتين في القرآن الكريم الآية الأولى في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم في هذه الآيات في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يبين أن النصارى أصناف صنف من النصارى يقولون إن المسيح هو الله صنف آخر من النصارى يقولون بالأقانيم الثلاث لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا الصنف منهم الصنف الآخر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة زين الله سبحانه وتعالى هل يحب هذه العقيدة وأصحاب هذه العقيدة كلا الله سبحانه وتعالى لا يحب هذه العقيدة ولا يحب أصحاب هذه العقيدة طبعا فيما مضى نحن شرحنا معنى حب الله سبحانه وتعالى ومعنى بغضه احنا بالنسبة اقولنا الحب والبغض كيفية نفسانية الله سبحانه وتعالى منزه عن الكيف النفساني الحب والبغض يسبب تغير في الذات انت تحب ثم تبغض تتغير في ذاتك يصير تغير تفاعلات نفسية تحدث الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث حتى يتغير ذاته فلذا الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى بمعنى اثر الحب واثر البغض حينما نقول ان الله يحب المؤمن هذا بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجزاء الحسن وحينما نقول ان الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة بمعنى انه يجازي الثواب على الصلاة وكذلك حينما نقول ان الله سبحانه وتعالى يبغض مثلا السرقة ويبغض السارق مثلا هذا بمعنى هذا بمعنى ان الله سبحانه وتعالى قدر العقاب على السرقة وقدر عقاب السارق مثلا الآية تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هل يحب الله سبحانه وتعالى ان يقال انه ثالث ثلاثة كلا الله سبحانه وتعالى لا يحب هذه العقيدة ولا يحب اصحاب هذه العقيدة ولم يرضى لعباده الكفر اشارة الى آية في سورة الزمر الله سبحانه وتعالى يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر اذا الناس كفروا هل الله يتضرر يعني الله حينما امرنا بالايمان هل لانه كان يحتاج الى ايماننا لذلك امرنا بالايمان كلا نحن عبيد مربوبون لا شيء امام قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وكلنا في قبضته سبحانه وتعالى سواء آمنا وآمن من في الارض كلهم جميعا او كفروا كلهم جميعا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لا الى ايمانهم ولا يتضرر بكفرهم اذا الله امر او نهى فانما هو للطفه بعباده لمصلحتهم لا لحاجته مثال لتقريب الفكرة الى الذهن انت تمر في شارع مثلا تجد طفلا هذا الطفل مثلا يرتكب خطر يريد يعبر الشارع مثلا والشارع مزدحم بسيارات تمر بسرعة انت هذا الطفل لا تعرفه مثلا ولا يهمك امره لكن تقول له احتط دير بالك مثلا تعال انا اعبرك من الشارع اخذ بيدك لماذا حسا اذا هو اطاعك انت تستفيد لا اذا عصاك انت تضرر لا وانما هو الذي يستفيد وهو الذي يتضرر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى طاعتنا لانه الغني المطلق نحن الفقراء اذا احنا اطعنا الله سبحانه وتعالى هذا صالحنا الله امرنا لطفا بنا رحمة بنا الله نهانا رحمة ولطفا بنا لانه امرنا بما هو بصالحنا ونهانا عما هو مفسدة لنا وبضررنا فاذا ان تكفروا فان الله غني عنكم لكن ولا يرضى لعباده الكفر لماذا لا يرضى رحمة بهم لكن عدم رضا ليس بمعنى جبرهم على ان لا يكفروا وبمعنى جبرهم على ان يؤمنوا كلا وانما ارادة شريعية ولو شاء ربك يعني مشيئة تكوينية لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على الايمان زين اذا الله لم يكره الناس على الايمان النبي يجي يكره الناس على الايمان كلا لسه بعد النبي الناس يكرهون على الايمان كلا لا يكرهه في الدين اذا واحد ولد كافرا يريد يبقى كافر لا يكرهه في الدين لا يجوز أن نكرهه على الإيمان فإذن ولم يرضى لعباده الكفر والحاصل أن هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام أو ألمح إليها وعشار إليها هي في المسائل العقائدية أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون شيء إلا بعلمه زين هل كان في علمه الأزلي أنه يجعل الأصنام شفعاء كلا فلذلك لم يرد جعل الأصنام شفعاء الله سبحانه وتعالى يريد الناس بإرادة شريعية أن يكونوا مؤمنين أن لا يكونوا كفارا فلذلك لا يحب كفرهم ولا يرضى بكفرهم فإذن نحن إذا ميزنا بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية كثير من المسائل العقائدية تتضح لنا لأن بعض الناس يعيشون في تخبط وشبهات فكرية لأنهم لم يميزوا بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية زين أكو بعض منتحلي الإسلام اضطروا لأن يقولوا بالجبر زين من طرف يشوف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه آية قرآنية زين من طرف آخر إن شوف أنه مجموعة من الناس كفار يضطر يقول أراد الله كفرهم لأنه إذا الله كان يريد إيمانهم لكانوا آمنوا لأنه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا السبب القول بالجبر وكثير من العقائد الفاسدة لكن حينما الإنسان يتدبر في القرآن الكريم ويأخذ علومه من معين صافي من الراسخين في العلم من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام لا يكون يأخذ الكتاب بعضه دون بعض ما يكون من الذين جعلوا القرآن عظيم جزأوا القرآن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الإرادة التكوينية إذا أراد الله سبحانه وتعالى تتحقق الإرادة التشريعية ليست بمعنى تحقق الفعل الإرادة التشريعية بمعنى صدور الحكم الله حينما يريد صدور الحكم ينزل على أنبياءه والحكم نزل على الأنبياء فالإرادة التشريعية أيضا تتحقق زين الله سبحانه وتعالى أراد لعباده تكوينا أن يكونوا مختارين فاختيار العبد بإرادة من الله التكوينية أراد الله أن لا يكون العبد مجبرا أراد الله سبحانه وتعالى أن العبد يختار الإيمان أو يختار الكفر باختياره اختار الإيمان بحسن اختياره اختار الكفر بسوء اختياره فإذن إذا شفت عبد كفر نقول إن الله لا يريد الكفر لا يريد الكفر بمعنى أنه لم يشرع الكفر لا بمعنى أنه لا يريد تكوينا تحقق الكفر في الخارج حتى تقول أنه زيان تحقق الكفر في الخارج فكيف لم تتحقق إرادة الله سبحانه وتعالى لا الله أراد للإنسان أن يكون مختارا وقد تحقق ما أراده الله فإذا واحد كفر هذا كفر بسوء اختياره لأن الله أراد أن يكون هذا مختارا وإذا واحد آمن آمن بحسن اختياره لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الإنسان أن يكون مؤمنا هذا بالنسبة إلى الحديث الخامس من باب المشيئة والإرادة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعاله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة